توجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وقد أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالنجاح الكبير لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للقدرة لمسافة 120 كم مؤكدا أن نجاح السباق جاء بفضل المشاركة الكبيرة والنتائج الجيدة التي تحققت من قبل جميع الفرسان المشاركين في السباق بعد الأداء الفني الكبير الذي قدمه فرسان الاستبلاط المشاركة وأعرب اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تفاؤله بمستقبل زاهر للقدرة في السباقات المقبلة على المستوى المحلي في المملكة بعد النتائج المتميزة التي قدمها الفرسان الشباب في السباق عطفا على بروز العديد من المواهب الرياضية القادرة على مواصلة مسيرة رياضة القدرة في المملكة ومؤكدا أن الفريق الملكي يسعى دائما إلى اكتشاف المواهب وإبرازها وسقلها من أجل دعم صفوف الاستبل وذلك لتجهيز فرسان قادرين على مواصلة الإنجازات التي حققها الفريق على مختلف الأصعدة وهن اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الفرسان الفائزين باستباق وأعرب عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجان العاملة في البطولة مؤكدا الدور البارز لهم في نجاح منافسات البطولة والتي نالت الإشادة الكبيرة من قبل جميع المتابعين الذين أحرسوا على متابعة السباق منذ بداية حتى المراحل الأخيرة وأكد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن السباق خالد بن حمد للقدرة شهد نجاحا كبيرا بفضل المشاركة القوية والكبيرة من قبل فرسان البحرين الذين أحرسوا على التواجد والمشاركة في هذه السباقات وأشهد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها جميع الفرسان وأكد على تمييزهم وفوزهم بالمراكز الأولى والتي جاءت بعض المستويات اللافتة خلال مراحل السباق بالجهود الكبيرة التي بذلتها جميع اللجان العاملة والمنظمة للبطولة وأكد الدور الهام الذي تقوم به جميع اللجان العاملة في البطولة الأمر الذي وفر جميع أسباب النجاح لها السباق انتهى بأفرت سبيت ستة وعشرين سباق سريع ومثير وتعرف سباقات قدرة الواحد يدخل خشم بخشم وفل قلب على الفنشلاين هذه الإثارة مبأ مثل قبل الخيل بعيد عن بعض اليوم تقارب والمدربين والملاك من نفس القدرات والخيل صارت اليوم التنافس أكثر طول عمر نلاحظ الآن أن معظم الفائزين من الوجوه الشباب الآن هل هذا نقطة تحول في القدرة البحرينية؟ نعم نعم هذه الأساس هذه الفرسان اللي فازوا اللي شفتهم أذكرهم يون الأسطبل ما كان حتى شافوا الخيل بحياتهم تدربوا عندنا من الأساس أسسناهم وعد الأسطبلات الأخرى بدربناهم هم صغار سن أسسناهم أهلناهم فهمناهم والآن الحمد لله يعني قليل ما نقدر نكلمهم في السيارة ونقول لهم شو يسوون يعني بروحهم عندكم يعني الفارس رائد محمود طبعا من الخبرة كان عندك مثلا فهد إهلال الخاطري فهد الخاطري اليوم أنا أعتبره واحد من أفضل فرسان البحرين وهو بطل العالم حاليا فعنده سنتين يحفظ على اللقبة وبإذن الله بنرجع للقبة ترجمة نانسي قنقر